تحيات اخوات وحبيب وصحابي في كل مكان يا رب بتكونوا بقى الف خير والف ساحة دايما يا رب معكم مريم من قناة اكلة بنفس النهاردة هنعمل الكوسة بالبشامل يعني صنية او طاجن طحفة جدا جدا طبق حلو مناسب للعزومات وحلو جدا وهنعرف كمان اسرار البشامل اليوناني انا عملت معكم طبعا البشامل المصري العادي كتير جدا وعملته في قيمة تشغيل طبعا ماكروناتة سبها لك في صندوق الوصفة تظهر لك في شريطة حالا بص الجمال بصي طبقة الكريمة النعمة وتحفة ازاي ده يا بقى تركات البشامل اليوناني النهاردة هعلمكم البشامل اليوناني بصي بقى تحفة مع اي اكلة فيها بشامل لعمل البشامل اليوناني هو مكلف بصراحة بس الطعم حاجة تاني عايزة تكلب بشامل مصبوط هود ليوناني بص جميلة ازاي يا ريت قبل ما اكل الفيديو تانا متنسلش باشتراك وتفعيل زر الجرس واللاكاتك اكتل للفيديو عشان ترفع شوفو غيرك ويلا بنا جبت حلة حطت في عشوات زيت وحطت زبدة حلوة كده عشان تديني طعم جميل عايزة تحط سمنة بلدي برحتك بس الزبدة حلوة هنا هنا عندي اربع حبات كوسة كبار كده حوالي يجوا كيلو كيلو شوية مقطعوهم شرايح عريضة زي ما انت شايفة بالظبط زي ما بوريكي هستنى طبعا السمنة الزبدة والزيت يسخنوا شوية وهنزل بالكوسة بص حبيبتي الكمية طبعا كبيرة انا عاملة صنية كبيرة فمش هنفع اي طوصة عادية يعني صغيرة اه ليه لاني هتاخذي وقت كتير وانت كده هتبقي قلتيها لأ انا عايزها متشوحة متشوحة ودبلانة شوية يعني الارشة بتاعتها تضيع بس قلبت شوية بعد كده هنزل بملح وفلفل اسود وبس تمام اه مش عايزها متحمرة مقلية تمام فعشان كده اه انا يعني عملتهم او شوحتهم على كزا مرة اه عندي هنا معلقة كبيرة توم مفروم على الفلفل حمي طبعا القادة بتاعتنا عملته معاكم وفرسته معاكم قبل كده هسيبهولك في سندوق الوصف وظهرلك في الشريطة حالا تمام هفضل اقلب برضو لحد بص زي ما انت شايفة دبلة الكوسة الارشة بتاعتها ضاعت منها تمام هو ده اللي انا عايزها بس وهطلع الكوسة واحدة واحدة كده وهخلي يعني هحط الكمية في السمنة والزيت والمادة الدهنية والزبدة بتاعتين موجودين تمام بطلعها كده مش في صناية مش في مصفة ولا اي حاجة في وقع في طبق عادي زي ما انت شايف تمام بعد كده هحط باقي كمية ما تحاوليش تمليك كمية كتير يعني ما تعمليش واحدة جنب واحدة كأنها مقلية او في نفس الوقت ما تتمليش الطوصة كتير قوي يعني عايزينها كده تاخد راحتها في التشويح تمام تعالوا بقى ايه للتركات البشاميل التحفة اليوناني انا بقى امانة عاملة الحلقة دي عشان انا اعلمكو اه تركات البشاميل اليوناني جبت اه ربع كيلو اللي هو قالب زبدة معها معلقتين زيت عشان ايه بقى ما اه يعني متتحرقش الربع كيلو ميتو وخمسين جرام عليهم كبايتين دقيق ليه لان كبايت الدقيق مية واربعين جرام تمام يا حبيبي لازم الزبدة تكون قد مقدار الدقيق تمام ممكن تعملي بمية خمسة وعشرين جرام زبدة معاها كبايت الدقيق واحدة هتفضل تشوحي كده الطريقة العادية في الاول عادي جدا جدا زي البشاميل بتاعنا مفيش اي مشاكل خالص تمام وتفضل يتقلبي عادي الى حد متشمي راح تدقيق تستوت كده هتنزلي بايه بقى بلتر لبن هتقول لي لامو مريم ده انت كنت بتقول لنا باتنين لتر وشوى بتا سبوري ما هو دي بقى ايه تركات البشاميل اليوناني هننزل بلتر واحد لبن معين احنا طبعا الكمية دي بتعمل اكتر يعني لازم نحتاج لها لبن اكتر هننزل بلتر لبن واحد هتفضل يتقلبي انت لو بنوتها صغيرة انزلي ات في النار وانزلي باللبن واحدة واحدة وقلبي لكن لو سبت بت يعني عندك خبرة زينا كده يبقى والنار شغلا مفيش مشكلة هنا بقى الاضافة التركة المميزة كريمة لباني كريمة الطبخ تمام بضيف انا هنا اخد لتر لبن ولتر كريمة لباني بصراحة مكلفة انا عارفة بس هتاخدي طعم حلو جدا وخصوصا لو عندك عزوما حاجة كده روحة ممكن تعملي اللتر ونص لبن ونص كريمة براحتك فاهميني بس كل ما بتكتر الكريمة وكل ما بدكي الطبقة الضائل كبيرة دي اللي بتشوفيها في المحلات وكمان نعمة وسايحة كده هتشوفي كل حاجة قدامك وفضلت اقلت تمام انا طبعا ايه اخدت حوالي كباية تمية غسلت بهم العلب بتاعت اللبن والكريمة يعني شاطة يعني نص كباية بتاعت اللبن ورجتها وحطتها ونفس النظام بس كباية مية تانية فوق اللتر كريمة ولتر لبن طبعا بيبقى بالمعلقة في تكتلات لازم تنزلي بالسلك بايه بقى بالمضرب السلك وضراب ضراب يبصي لحد ما التكتلات كلها تفك ويبقى ناعم زي الحرير معاك شايفة قوامه طحفة جميل جدا بجد بس كده هتفضلي سايبها لحد ايه وايدك فيه كل شوية برضو بتقلبي لحد ما تلاقي بقى ايه يعني زي يعني السمكة كده بتبكبك من كل اتجاه كده هتعرف ان الكريمة بتاعتك استوي هتنزلي بايه برشة جسط الطيب وملح وفلفل اسود وتركة حلوة برضو اضافة بنضيفها جوه البشامل مش على البشامل دي التركات اليونانية ويه جبنة موتزاريلا عند الجبنة بس انا بفضل الموتزاريلا عشان تدي مطة خفيفة كده يبقى التوابل جسط طيب ملح في الفل اسود جبنة موتزاريلا هتقلب لحد ما تجبنة طبعا تسيح معاك بس كده والبشامل بتاعنا جاهز وزي الحرير هناخد منه شوية في الطاصة في الصونية اللي احنا هنغبز هنعمل فيها يعني الكوسة عندك طاجن تمام حلو جدا جدا انا الصونية دي اه اللي عملت فيها اربع وحدات كوسة تقريبا كيلو تقريبا عشرين فاربعين ده ما اسهم تمام هترسي الكوسة كده جنب بعض رسي المقطع والصغير والمش عارف ايه من تحت كده عشان يستخبه زي ما انت شايفها وهتحاول تملي برضو الفراغات ما تسيبيش فراغات كتيرة في الكوسة تمام خلي الحتة الحلوة كده المستقيمة كده لشكلها حلو لفوق طبعا هنا عند العصاق طبعا زي ما قلنا هتلاقيه في قيمة تشغيل مكرونات هزيبه لك في صندوق الوصف تمام البصل قد العصاق اللحمة نص كيلو بصل نص كيلو لحمة وبتشوحيهم مع مادة دهنية خفيفة متكتريش عشان اللحمة ببفا دهون وبشرة جزرايا عليهم وفلفل حامي وبارد والوان مع بعض وتوم وتشوحي طبعا عملته معاكم هنا مش هنحط اي صلصة في العصاق عايزينه سادة وبعد محطت طبقة العصاق حطيت طبقة جبنة متزار الله طحفة طبعا علشان ندلع بقى الكوسة والاولاد مش بيأكلوا الكوسة ياكلوها وهم اللي هيطلبوها منك بعد الجمال ده بعد ما عملنا الجبنة هنرص طبقة تانية من الكوسة طبقة من الكوسة كده اهو زي ما انت شايفها بالزبط كده تغطي طبعا ايه بقى يعني حاول اتدخليها كده فوق بعض وكده وعشان تغطي طبقة العصاق بتاعتك انا الاربع كوسيات دولت بالزبط جم اه قد مقدار الصينية اللي انتو شايفينها تمام كده حبيبي هنخلص كل الرص زي ما انت شايفها بس كده ونزيلي بقى بايه باليعني المطحفة ده شايفة شايفة طبقة البشاميل نعمة وزي الحريري ازاي بصي قوامها مزبوط جدا ازاي بجد طحفة انا مش بقلل منطعمة البشاميل المصري بس بصراحة البشاميل اليوناني اللي لا يقاوم حط طبقة حلوة كده غنية كده قطري بصي ولونه طالع طحفة كان ازاي في الوقت ده الفرن بتاعتنا شغل على درجة حرارة مية وتمانين هتاخد فوقه تحته مروحة مش هتاخد عشرين دقيقة معك يا دوب تلون لان كل حاجة مستوية انتو عارفين معانا بس كده قد شكلها ببصوا بكمال ولا احتاجنا نرش بقصمات ولا نرش جبن ولا اي حاجة لونها طالع طحفة الواحد جميلة جدا جدا طبعا المفروض استنيها تهدى كويس انا مستنتهاش طبعا كله كان عايز ياكل فقطعتها هي يعني استنتها حاجة بس كانت لسه حتى مخرجتش من الفرن تمام يعني بس كده بص طبقة البشاميل طبقة كبيرة كده ونعمة يعني مش طبقة كبيرة كده قاسية لأ نعمة كده حرير كده والدوب في البقى الدهوبان بجد تحفى زي ما قلتلكم آآ جربوها وخصوصا عندك عزومة بجد يعني طبق يعتبر اقتصادي يعني يعتبر اقتصادي آآ اقل مثلا في تكلفته اقل مثلا من لازينيا الكنالوني واسرع كمان آآ يعني في طريقته في عميله متاخدش وقت بصوا الطبقة نعمة وتحفى يعني جميلة 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 انا خلاص مش بصراحة هعملها في اي حاجة محتاجة بشاملك تاني يعني اي انواع نوع اكل محتاج بشاميلة هيعمل البشاميل اليوناني ده بصوا طحفا جدا طعمه خرافة في اكلات ومكارونات آآ تانية يونانية آآ ما عملتهاش معاكم لو حابين نعملها حاجة تشبه المكارونا البشاميلة بس خاصة بيهم هنا قلولي وانا ان شاء الله اعملها لكم بصوا جمال طحفا جدا وطعمها خرافة يا ريت لو وصلت مع الحاجة لا تنسي لي بشتراك وتفعيل زر الجرس ولايكاتك اتل للفيديو عشان تريف اشوفه غيرك وباي